لم يسفر الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران ضد إسرائيل إلا عن موجة عارمة من التساؤلات بشأن دراسة النتائج والتداعيات التي ترتبت على هذا الهجوم على صعيد معادلة صراع النفوذ بين طهران والتل أبيب أو على صعيد الحرب الصهيونية في قطاع غزة فبينما تتجول الطائرات والصواريخ الإسرائيلية بحرية تامة وتقصف الأهداف الإيرانية في أنحاء الشرق الأوسط بل وفي العمق الإيراني يرى العالم كيف أن مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عجزت معظمها عن إصابة أهدافها حيث قال مسؤولون أمريكيون أن 99% من هذه الصواريخ والمسيرات أسقطت قبل وصولها لأهدافها في إسرائيل الأمر الذي أظهر إيران بكونها ظاهرة صوتية بامتياز تسمع جعجعتها ولا يرى لها طحيل ويرى محللون عسكريون أن الهجوم الإيراني أهدى لإسرائيل نصرا مجانيا ورمم صورتها التي مزقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين أول الماضي وما تلاه من معارك متواصلة حتى اليوم بعد أن فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في غزة رغم مرور أكثر من ستة شهور من الحرب بل وأهدى الهجوم الإيراني الذي دام 12 دقيقة إسرائيل انتصارا عسكريا باهرا بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ولعل النتيجة الأبرز للهجوم الإيراني ضد إسرائيل تتجلى في الانعكاسات السلبية على مسار الحرب في قطاع غزة إذا عاد هذا الهجوم الاستفاف الدولي خلف الاحتلال الصهيوني بوصفه معتدا عليه بعد أن كانت عزلته تتصاعد كل يوم بسبب الجرائم البشعة التي يرتكبها ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة فمع الهجوم الإيراني سارعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى المشاركة في إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية المهاجمة وفي المحصلة فإن النظام الإيراني بدى كمن يتفنن في الإضرار بالمقاومة الفلسطينية وقضيتها والمتاجرة بها نادورات